يشهد قصر الكثيري أحد أبرز البعالم التاريخية في وادي حضر موت عملية ترميم شاملة ضمن مبادرات نوعية تشرف عليها منظمة اليونسكو وتتخطى هذه المبادرة مجرد ترميم الهيكلي للقصر لتشمل تعزيز الأساسات والسور بما يضمن استدامة المبنى وقدرته على الصبود أمام تحديات الزمن وتمثل هذه الجهود خطوة هامة لاستعادة الصورة الأصلية للقصر وإعادته كشاهد حي على عراقة المنطقة وتراثها العريق تجري هذه الأيام الأعمال الخاصة بترميم وصيانة قصر سيون التاريخي وذلك ضمن الخطط المعدة سنويا للترميم بالإضافة إلى بعض الأعمال الطارية وينفذ هذا المشروع أو هذه المرحلة اليونسكو بدعم من صندوق الأعمار السعودي يعد قصر الكثير المعروف أيضا باسم قصر سيئون أو الحصن القديم من أبرز معالم حضر موت المعمارية ويعد هذا القصر الذي شيد من الطوب واللبن من أكبر المباني الطينية في العالم مما يجعله رمزا هاما للتراث العمراني اليمني الواقع أن وجود عمل في هذا القصر العزيز يشعر المواطن أن الأمور بخير وأن التراث أيضا مصون في مجال الاهتمام والحماية هذا شيء مما يطمئن الناس ويبشرهم وتجسد عملية إعادة تأهيله جزءا من التزام منظمة اليونسكو للحفاظ على التراث العالمي خاصة وأن قصر الكثير مدرج ضمن قائمة التراث العالمي للمنظمة أشرف الصوفي اليمن اليوم حضر مهود